مرحب بيكم مرة تانية عايز اقول اني بابقى سعيد جدا وانا بقدم لكم حلقات مهمة خاصة لما يبقى المرض اللي بنتكلم عنه يهم شريحة كبيرة جدا من مجتمعنا لانه من اكتر الامراض المنتشرة عشان كده الكلام عنه بيخلص سواء قبل الفاصل وحتى اثناء الفاصل كمان دلوقت رجعنا عشان نكمل الكلام عنه وعن مضاعفاته اللي بتودينا لحاجة اسمها الرعاية المركزة كثير حسن انت استاذ كبير في الحالات الحارجة واكيد قضيت جزء كبير من عمرك في القوضة اللي بنتكلم عليها دي قط الرعاية المركزة وفي الفقرة الاولى قلنا ان ضغط الدم المهمل واللي مش منتظم علاجه ممكن يوصلنا لحاجات لا قدر الله زي الزبحة والجلطة زي جلطة المخ وفي الحالات دي غالبا المريض بيتعالج في غرفة الرعاية المركزة دورها ايه في حياتنا ودورها ايه في الطب وفي حياة الناس علشان هما دايما بتشكل لهم نوع من الرعب انما عايزين نقول ونبسط الخدمات اللي هي بتقدمها للناس تمام هو طبعا الدخول لحياة الحارجة اللي هو كريتيريا ان اي امرجنسي يعني اي حالة مرضية فيها بالذات في الجهاز الدوري والجهاز التنفسي غالب بيدخل حياة الحارجة يعني اي مرض من امراض جميع اجزاء الجسم بيدخل في حالة حارجة تهدد حياته لابد ان يكون فرعاية مركزها تحت اشراف يعني مثلا ازمات القلب حيدخل ازمات المخ حيدخل ازمات الكيلة حيدخل ازمات ما بعد الجراحة كل طبعا بوط الضغط اللي بيحصل مع جميع الامراض حييجي عندنا في حالة الحارجة ازمات التنفس كل دول لهم علاج متخصص كلهم بيجمعهم الوظائف الحيوية يعني دور طبيب العالمين كذا ان هو يزبط حاجات كتيرة ما كناش بنعتني فيها الزمان ما كناش بنعتني بيها وثبت انها بتحسن بتاع المرض النتيجة يعني مثلا جلطات المخ احنا لو ادينا دوة سيلة وبس مش هتجيب نفس المرجوع زي ما نزبط ضغطه ونبضه ونحافظ على معدته ونحافظ على وعيون ما يجلوش التهابات في جهاز نفسي ما يبلعش شوية افرازات تدخل في التهاب رئوي فيحسنني النتيجة النتيجة بتتحسن بطريقة مذهلة فعشان كده معظم التخصصات الجزء الحد منها هو اللي بدخل رئية المركز يعني هو مش بيلغي التخصص الصدر لا التخصص الحاجة بيدخل حالة الصدر الحد عنده التخصص الحاجة بيدخل حالة الأزمة القلبية الحد عنده تخصص الحاجة بيدخل أزمة الكلا اللي قد تؤدي إلى توقف القلب بنتيجة أن مع فشل الكلا ارتفاع البوتاسيوم طبيب العالم المركزة يقدر بأدوية معينة يرجع البوتاسيوم طبيعي ويحافظها حياته ما يدخل معها أخصائك كلها وعشان كده طبيعي المركزة بيتعاون كأخصائك ويشاري مع التخصصات الأخرى ما بعد المرحلة الحد أنا هسألك سؤال غريب شوية إن الناس ساعت بتحب تهرب من الرعاية المركزة يقول لك طب ما تحطيني في قضة عادية وتديني الأدوية هناك أنا لسه حاضر موقف زي ده الواحدة قريبتنا كان كل طلبها علجوني بس مش في الرعاية المركزة الناس بتخاف من الرعاية المركزة قل لي إيه الرعاية المركزة بتفيدك فيه بتديلك زيادة عن الغرفة العادية الغرفة العادية الرعاية بتبقى عبارة طبيب يبقى على دور كله أو على المستشفى بيمر مرة على العيان أو مرتين ويشوفه ويديله للاج والمرة تدخل تقيس العلامات الحيوية وتددوى لكن في الرعاية المركزة فيه طبيب قاعد 24 ساعة بيمر على العيان كل دقايق أحيانا لو حالته حرج قوي أو كل نص ساعة وممرضة لكل اتنين عينين على حد أقصى قاعدة تتابع حالته والدكتور ده بيغير القرار حسب الحالة عشان كده فيه مقولة عجيبة جدا أنا حطها في السلاد بحضارة بتاعتي احنا بقول لعينا مركزة الأجهزة وبتاع طب هي الأجهزة بتشخص لا طب الأجهزة بتعالج لا ما لإيه فايت انت حضرتني في عيان مركز الطبيب أهم من الجهاز إنما الجهاز مهم يفرد مثلا مثال بسيط حيوصل نشوف كده صورة هاشالك تشرح لنا الحاجات اللي بتساعدك جوه القضاء دي غرفة الرعام بالضبط لو بصينا على فوق سرير المريض على شمال سرير المريض هنلاقي المونتور هو ده المسال حيوضح ليه الجهازة ما بدش خاص ولا بتعالج المونتور أظهر النبض العين 120 الله الدكتور بقى حيجي يفحص ويحط في دماغه كل أسباب اللي تزود النبض بعدها في السيروجي عنده حرارة الآن ولا ضغطه منخفض وده كومبانساتوري تعويد ولا عنده نقص في الأكسجين ده تعويد في النبض ولا هبوط في القلب ده تعويد لمساعدة كل ده من مجرد أنه أرى رفض موحد على الجهاز بس ده له إشارة مهمة إن النبض سريع هو بقى كدكتور حيشخص وحيتخذ العلاج حسب اللي لقام من العلامات آه لا ده هبوط ضغط حيرفع السوائل حيحط مادة ترفع الضغط فالجهاز ولا بشخص ولا بعالج إنما مهم كمونيتور يدي له إشارة إن فيه مشكلة والعيام مشبوك علي 24 ساعة الزبط وحطت كمان عليه بلس اكسجين اللي هو جهاز بيشوف تأكسير أكسجين قال لا ده نقص أكسجين يروح حطه أكسجين لا ده نقص شديد ومعهاز تتفع ساني يكسير كربوت الجهاز اللي على يمين للسرير جهاز تنف الصناع يحط أمبوبة حنجرية يوصل أجهاز تنف الصناع وفيه بقى الترير دي اللي محطوطة على شمال العربية العربية معجل على شمال السرير دي مهمة قوي دي غالية محطوطة في غرفة الرعاية مركزة لكل السرير اللي محطوطة في الرعاية مثلا 8 أو 10 دي بتجري على عيان أول ما يحصل شبه توقف للقلب أو النبض فيها أدوية منعشة للقلب وفيها جهاز أمبوباك بتدي التنفس دي من فماء عربية الإنعاش عربية الإنعاش دي حتى ممكن بيستعينوا فيها في أدوار المستشفى بيعملوا كول إن فيه عيان بيأرس أو بيتوقف قلبه بيجري بالعربية دي فيها كل تجهزات فيها كل تجهزات اللي تساعد لإنعاش القلب والتنفس وبعد كده بيتحط في الرعاية يعني كل جزء قدامنا في الصورة يا دكتور حسن له مهمة طبعا أنا شايف كمان منضوء في السقف يعني لو عايز يعمل أي حاجة في المريض هيجي يفتح على شريان على وريد دكتور صدر مثلا وقلب جراحة صدر وقلب هيعمل حاجة هنجوبا مثلا ما بين الضدور عشان مية أو هوا على الرئة فمعاه النور قوي جدا فيه ساعة موجودة عشان التايم والوقت هنا بيحسب بالثواني وأجزاء الثواني يعني كل ما يحتاجه الطبيب والمريض موجود عشان كده بنقول الرعاية جزءين أجهزة وطبيب عشان كده الدكتور شريف مختار طبعا له الفضل في إنشاء التخصص وحط كوريكلام وماجستير ودكتوراه ووزارة صحة استجابت كان في الأول أي طبيب قلبي يحط في رعاية مكازلة لا ده ملت دي سيبنر يعني متعددة التخصصات فوزارة صحة في آخر عشر سنين أثرت أن اللي يمسكوا رعاية مركزة في وزارة صحة كلهم أطباء متخصين حاصلين على تدريب ودرجة في تخصص لأنه بقى تخصص دقيق تخصص دقيق وفي تفاصيل كتير طيب إحنا في مصر هنا مئة مليون تقريبا تتذكر عندنا كم سرير رعاية مركزة حوالي أنا أعرف في القاهرة بس اللي فيها عشرين مليون منهم فيها حوالي من ثمانتلاف لعشر تلاف سرير يعني لو قلنا قاهرة محتاجة خمسين ألف سرير خمسين ألف المتغفر منهم ما يزيدش عن عشرة ما بين الجماعي والصحي والخاص يعني عندنا عشرين في المئة من اللي احنا محتاجينه بالزبط وقيس على كده بقية الجمهورية ده في محافظات نائية ما فيهاش وطبعا السمارات في هذا المجال غالية جدا لابد يدخل فيها مؤسسات كبرى مؤسسات خيرية مؤسسات دينية يعني المؤسسات في انجلترا سان ليه الكنيسة عاملها لأنه عندها إمكانت مادية ضخمة فبرضو احنا عايزين لانه مؤسسات خيرية الدينية والحكومية والخاصة تدخل في هذا المجال وهو كاسس مار له مرجوع كويس بس طبعا ما يبقاش فيه هجوم زي اللي بيحصل بس ضروري لحياة الناس ضروري لحياة الناس انا اعرف ان عندنا نقص في سلالة المرعان مركزة من خلال الحكيم في بيتك انه يبقى فيه اهتمام اكتر بزيادة هذه الاسرة والتبرع لانشاء هذه الغرف الرعاية المركزة طيب انا بس شوف صراحة خلاف ساعات بيحصل العيان ده يدخل رعاية ولا لا طب بالوسطة يدخل طب اصلي ما فيه السرير طب نستنى لغاية ما نلاقي السرير كده طب ايه الكريتيريا ايه المواصفات الضرورية اللي لازم تقول العيان ده لازم العيان مركز عشان الدكتوري بعرفها والاهلي بعرفينها في بعض الناس بتدخل بدون لزوم يعني مثلا مثال بسيط واحد عنده جلطة مخل شال نص فيه لكن ما عندهش هبوط في الضغط ما عندهش هبوط في التنفس ما عندهش هبوط في القلب ما عندهش سكر طالع نازم ما عندهش ضغط متأرجح يدخل رعاية ليه يتعالج في غرفة عادية حالة مستقرة غرفة عادية وأحيانا قد يصل من إنما دي الحاجات دي بعكسها هي اللي يدخل أزمة من أي نوع تنفس ما بيستجبش ليه أدوية التنفس ولا الشعب أزمة راب وحدة ونهجان شديد ده يدخل أزمة قلب بألم شديد في صدر وجلطة وألم أكثر من نص ساعة ده الجلطة مهم لأن فيه عراض مميتة في أول 24 ساعة ممكن انقذها بسهولة جدا في الرعاية بالصدمة بجهز الصدمة أو بأدوية اللي بتزيل الجلطة في أول ساعتين بتؤدي إلى تقليل وفيات بطرق كبيرة جدا لكن ما ندخلش عايي يعني ما لوش إن دي ستج بقى اللي هو يعني مثلا يعني لا قدر الله سرطان في مرحلة المتناهية النهائية والعيان فاقد وزن وضع ييف لكن محتاج تمريد طبع التمريد نقدر نقدر نقدموله في الأوضة لكن مش محتاج جهز نفس مش محتاج أكسجين مستمر ومش محتاج نقدم لخبط سريع أو بطيء أو كل ده محتاج مونيتور ومحتاج تدخلات في الوقت المناسب كل ده لو مش موجود ما هو بيقعد في الأوضة ولو حصل إنه حتاج بيطلع الرعاية نحن الحقيقة الدكتور فتحي خضير معانا في حالة قاعد مكانك واستعرضنا الأسر العيني وإمكانياته ومشاء الله التقدم اللي فيه وقال إحنا عندنا قدرة دلوقت إن إحنا نحول ودي حاجة الحقيقة جميلة لأنه كمان أصل أيني من حتة والدمرداش والميريو في اسكندرية من حتة إنه ممكن تستقبل الكوارث الكبرى لقدر الله يعني بيت وقع حاجة فيها مثلا انفجار حاجة فيها حريقة فلا ممكن نبقى في لحظة واحدة محتاج 50-60 سرير يعني أمرك كذا ومش والطاقة بتاعتي مش وصل للرقم ده فهل ده فيه تريند دلوقت إن إحنا نوفر الأجهزة والإمكانيات والتدريب إن إحنا نحول أي سرير في المستشفى إلى رعاية مركزة طبعا بسهو العنصر البشري هو الأهم في كل الكلام ده يعني فيه أجهزة رؤية صغيرة قوي يعني بلز أكسيمتر ده حطه على الصباح يقولك نسبة أكسجين على طول على حتة شاشة صغيرة كده المونيتر فيه مونيتر صغيرة أقدر حطه جنب العين وعرف نبضه يعني أخذ كل المزايا بشكل أصغر وأسهل لكن المهم مين هيشغل الكلام بالضبط لازم واحد يكون فاهم ويقدر يتدخل في الوقت المناسب ويحط لا يجل صح التمريد دكتور حسن التمريد دكتور مهم لأنه مرضة اللي قاعدة جنب العين 24 ساعة دكتور قاعدة 24 ساعة بس مؤمته السبع أو 8 سرائر فهي بتنبه الدكتور بتقوله نبض العين هنا نفسه زاد الوعي يبتد يتقص ده شرق ودخل شرق إفرازات التركيز أكسجين أل فإحنا التمريد لازم يكون عندها تدريب كاف لازم تعرف أن أول ما الأكسجين تركيزه يقل عن 90% يبقى نسبة أكسجين في الدم من نزلة نزول مخيف وقال من 90% يبقى ضغط الأكسجين أقل من 50% يبقى لازم نتدخل طب تمام إحنا بنشوف ممارسات خاطئة في التعامل بعدين المرضى وبعدين أهل المرضى فأكيد لك تجارب ويعني مشاكل حصلت قدامك كتير وتعاملت معها هو ده كترة يعني طبعا المشكلة رئيسية أنه هو يعني التشخيص يبقى بعيد عن التشخيص الحقيقي يعني مثلا يكون عيان مثلا عنده ألم صدر بتاع مش خاصه نوتاجي ويكون ألم ده مثلا جلطة في الرئة مش ياخد باله إن العيان لو كشف الملاية ده رجل ورمى نفس الألم ونفس المكان لإنها في الرئة الشمال وعمال يدي أجوية التاجي والألم ما بيتحسنش ودي طبعا حققت قليلة إنه هو على طول بيعمل إنزيمات القلب والرسم فبيدرك هذا بس لما يتأخر طبعا ساعات يبقى لها مرجوع فطبعا تدريب مهم قوي من المريض نفسه طبعا إنه هو بيبقى حريس جدا على حياته فالآن زيادة عن الزهوم والألأ والإنفعال ممكن يأثر عليه ويزود مرضه لازم يسق في الطبيب قدامه ويترك الأمر لله طب أهل المريض بقى أهل المريض ده بقى قدين لمشكلة لأن طبعا الوعي مهم قوي التعاليم مهم قوي فمع انتشار الجهل والأمية في بعض الطبقات والأماكن بذات في الأماكن المجانية اللي بيستقبلنا في الأسرعيني في أحمد ماهر في الساحل بيستقبله وطبعا الناس من الطبقة مش متعلمة أو الجهلة فبيتصور ندخل العلم ركزة يبقى لازم ننقص حياته لا في أمراض طاقتنا طباء بنعمل اللي احنا نقدر عليه لكن مثلا جلطة القلب جاية في المشريان الرئيسي اللي بيغزي كل القلب والعنجة متأخر والعضلة موش بمتوقفة أنا عايز أستردل لوجود حركة حسن وبرضو أوعد ناس ان غرفة العلم ركزة مش تعمل معجزات بالزبط احنا بنعمل اللي علينا وربنا لو كاتب لهذا المريض العمر والنجاح هينجو لكن لو لا قدر لا توفي ما خشش اخاني مع داكاترة وكسر في الأجهزة يبقى أنا كمان خدت زنب المرضى اللي مش هيتعالجه والعنان المركز دي حاجة مكلفة جدا زي ما حالك قلت واجهزتها غالية جدا نشوفنا كذا حالة الناس اتصرفت رحية برعونة وبسوء تصرف انه يخش يكسر جهاز ولا يتخاني مع طبيب ولا يضرب حد من الصف كل دا غير مقبول لان الناس بتعمل اللي عليها وفي النهاية الحياة والمود دا بإيد ربنا عشان كده الطبيب لازم من اول لحظة يشوف المريض يوضح لأهل المريض ماذا خطورة المرض وان فيه احتمال ان هو كبير يعديه فيه احتمال ما يقلش عن 40-50 حسب بقى يعني فيه حالة ما عملت بالأرجن فيلي عما يجي لعيان وعنده فشل كلا وفشل تنفسي وفشل الدورة الدموية اللي هي القلب او الضغط دا كل واحدة 25% وفيات في العالم كله بقوله وفيه 75% انه مش هعد لكن حنت تمسك بال25% ونحاول بس يبقى عنده معرفة فما يصطمش لكن ما تقول اه لا اتزيل فل أنا شاكر جدا يا دكتور حسن على المعلومات اللي قلتها لنا النهاردة مشاركتك في توصيل رسالتنا بالقيمة والخدمة والمعلومة الصحيحة اللي بنبقى عايزين نوصلها لكل مشاهدي برنامجنا في مصر والوطن العربي الحقيقة الدم دايما مرتبط معنويا بكل شيء مهم في حياتنا بنستخدمه في تعبرنا عن انتماءنا وحبنا وفدقنا الوطن بدماءنا وروحنا حتى اول لون من الوان على مصر هو اللون الاحمر يعني دم التضحية والحماس عشانها كمان بن عمر عنه بروابط الاسرة الدفية لما نقول لحبيبنا شيء اساسي ولا غنى عنه واكيد لا شك فيه عشان كده رسالتي من حلقتنا النهاردة اتمنى تكون وفقنا فيها ان كل واحد بيشوفنا دلوقتي ياخد بارك كويس كل شيء من اي شيء ممكن يضر دمه وسلامة الدورة الدموية بتاعته سواء بالمشكلة تكلمنا عليها النهاردة او اي مشكلة تكلمنا عليها في حلقتنا اللي فاتت مريض ضغط الدم زي ما بيحتاج ظروف وارشادات صحية معينة اكيد برضو له ارشادات غزائية مختلفة وملائمة لصحته ومشكلته المرضية وده بالتحديد هو موضوع فقرتنا اللي جاية في مطبخ الحكيم مع الدكتورة نانسي عطية اللي مستنيني حاليا في المطبخ هنطلع للفاصل السريع ونرجع نشوف حضراتكم ما هو ينحضرنا ايه استنونا